اشتركوا في القناة وفي تفاصيل هذه الواقع عشر ماهر إلى أنه ابنته كانت تعاني من ألم في البطن فقام بأغزاها إلى مستشفى البشير بتاريخ 3 سبتمبر 2021 وتم تشخيص الحالة بأنها التهاب في المسالك البولي موضحا أنه أرسل ابنته مرة أخرى إلى مستشفى للتشخيص في المرة الثانية على أنها التهاب في الأمعات في حين أن الأب قام بعدها بعرض ابنته لين على طبيب خاص والذي أبلغه بأن ابنته مصابة بالتهاب الزيدة الدودي وطلب منه الزهاب لأقرب مستشفى إذ أنه عاد لمستشفى البشير مرة أخرى ليتم تشخيص الحالة على أنها زيدة وبعد انتظار أربع ساعات لفت الأب إلى أن هذه الأثناء كانت الزيدة قد انفجرت لدى ابنته وادخلت بعد ذلك إلى غرفة العملية وأوضح قائلا في اليوم الثاني أبلغت والدة الفتاة الطبيب بأن بطن الفتاة من فوق فأبلغها بأن هذه غازات ويجب عليها المشي الإخراجه إلا أن الغازات لم تخرج بعد المشي اللي تقرر لها عملية جديدة وعند خروجها من غرفة العمليات كان مفارقة للحياة وأكد الوالد أن طبيبة طب الشرعي في المستشفى أبلغهم بأن ساب الوفاة هو خطأ طبي الله يرحمها ويصبر أهلها وزويها ومحبيها ويلهم أهلها الصبر والسلوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته